خمس أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رضا ربنا على عباده يوم عرفة عن ثواب يوم عرفة عن قيمة وفضل يوم عرفة الخمس أحاديث دول هم اللي انت عايش بيهم النهاردة وانا بقولهم لك ممكن تكتبهم لو عندك وقت أو تفضل فاكرهم لأنه هم دول القوة والطاقة اللي ربنا بشر بيها عباده عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقبلوا بمنتهى الأمل وحصن الضمن في الله احنا موجودين جوا يوم عرفة الله أكبر فالخمس أحاديث دي منطبقة علينا مش على الحجاج بس يوم عرفة للحجاج ولكل واحد في بيته ايه الخمس أحاديث الحديث الأولاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوما طلعت فيه الشمس يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس يطرى الشمس بتطلع على ايه كل يوم بتطلع على مزارع ومصانع أكل وخير بتطلع على فلوس وبنوك بتطلع على ناس بتشتغل وعلماء بتطلع على ناس بتذاكر وناس بتدرس وناس رايحة شغلها عشان تطلع رزقها الشمس بتطلع على كده والله ما في يوم طلعت فيه الشمس أفضل ديك في عمرك كله من النهار ده تمتخير ايه أحلى يوم في حياتك يوم ما تجوزتي يوم ما خلفتي يوم ما اشتغلت في الشركة الفلانية يوم ما جالك الرزق الفلاني فاكر فرحتك كانت عاملة ازاي ولا حاجة ولا حاجة كلمة خير مفيش خير لحياتك المستقبلية وليك أكتر من اليوم ده خير انت مسدق ولا مش مسدق خير يوم طلعت فيه الشمس الشمس ما أشرقتش على يوم في 365 أحسن من يوم عرفة صدقت يا رسول الله حاسس الشمس طلعت دلوقتي وانت جوه عرفة مبروك ده أحلى يوم في حياتك ده أجمل يوم في حياتك ده الحديث الأول الحديث الثاني برضو بادي بكلمة خير لأ ولاني كان خير يوم انطلعت فيه الشمس ده برضو خير كأن الخيرية كلها الخير كله متجمع في اليوم ده ايه الحديث الثاني خير الدعاء دعاء يوم عرفة ادعي طول السنة زي ما انت عايز لن يكون دعاء يستجاب لك زي يوم عرفة لو أنطقك بدعوة الدعوة دي خير لك انت ساعات بتدعي وبتقول يا طرى الدعوة دي خير ليه ولا لا الدعاء اللي طلع من بقك يوم عرفة خير ليه خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأكثر الدعاء مستجاب دعاء يوم عرفة أكثر من ليلة القدر مش كل الناس بتدعي في ليلة القدر لأن بعضهم عرفها وبعضهم مش عرفها ففي ناس مدعيتش فيها لكن كل الناس عرفة أن النهاردة يوم عرفة فأي واحد رافع ايده هو الآن فأكثر يوم حبيب إلى الله حد أيام الدنيا إلى الله يوم عرفة فهو يقين المستجاب له الآن يعني نجوه عرفة دلوقتي الدعاء اللي طالع من بقك مستجاب يقين المستجاب علي سقف الأدعية انت ليه بتدعي بحاجات قليلة ده هو ده اليوم بتاع الدعوات اللي شكلها مستحيلة انت ايه المرض اللي الدكاترة قاله مفيش أمل النهاردة ده هاردة الدعاء النهاردة دقوا مين عرف تبص تلاقي دلق بعض عرفة على دكتور قالك على دواء مبروك تخفيت وانت تايه بتلف حوالي نفسك بقلك ثلاث سنين خير الدعاء دعاء يوم عرفة المشروع واقف بقلو ثلاث سنين النهاردة يوم الإجابة الجواز اللي واقف بقلو سنتين النهاردة يوم الإجابة دي الحال والديون النهاردة يوم الإجابة خير الدعاء دعاء يوم عرفة هتدعي ازاي قلبك عامل ازاي وكل ما المغرب يقرب موت نفسك دعاء وكل ما اتقرب ساعة المغرب لا مش كفاية عايزتي كمان لا لا انا حاس ان انا لسه جوايا كمان طلع احسن ما عندك النهاردة من دعاء من احساس النهاردة يوم الاحسان ايه اللي جاب الاحسان ما هو الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه طلع احسن ما عندك ادعي كأنك تراه كأن دعوتك طلع الان الى العرش وكأن الله تبارك تعالى وكأن الملائكة تؤمن الان على دعائك وهو حقيقة والله تبارك تعالى يستجيب لك الان ادعي بالاحساس ده وعندك يقين رهيب لان خير الدعاء دعاء يوم عرفة وانت يوم عرفة فاكر انت بتموت نفسك ليلة القدر ازاي وانت مش متأكد هي ليلة القدر الان اردع تعمل ايه مش اقل من كده ده الحديث الثاني يبقى الحديث الاولاني خير يوم انطلعت عليه الشمس يوم عرفة الحديث الثاني خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث الثالث إذا كان يوم عرفة فإن الله يباهي بعباده الملائكة يقول انظروا يا ملائكتي إلى عبادي تركوا الدنيا من أجلي أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم إنت بس مجرد أنك تتخيل به وإنت دلوقتي وقت عرفة ممكن تبكي بينادي عليهم انظروا يا ملائكتي إلى عبادي أنا بيقول على أسامينة تركوا الدنيا من أجلي ما إحنا النهاردة قاعدين أنا النهاردة عابد لله أنا النهاردة بين يدي الله عابد بصوا يا ملائكتي لفلان الفلاني شوفوا صايمة إزاي بصوا يا ملائكتي لفلان الفلاني شوفوا بيتعي إزاي بصوا على فلان ده تائب لي إزاي بصوا على فلان رفع إيده وهو موقن إزاي أنا حاستجبله أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم الله مجرد مش الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى ممكن تتخيل المشهد إذا كان يوم عرفة فإن الله يباهي بعباده الملائكة مش الحجاج بس انظروا يا ملائكتي إلى عبادي تركوا الدنيا من أجلي أشهدكم أني قد غفرت لهم تنزل دموعك يا رب كل الكرم ده يا رب الحنان والعطاء ده تباهي بي أنا الملائكة يعني أنا غالي عليك للدرجاتي أما نحنين بشكل الحديث ده ده الحديث التالي الحديث الرابع إذا كان يوم عرفة فلا يرى الشيطان أصغر ولا أخزى ولا أحقر منه يوم عرفة يقول أفسدتهم في سنين ويغفر لهم في يوم الشيطان لا يرى أصغر ولا أخزى ولا أحقر منه يوم عرفة إمتى بقى حتكون من النهاردة أنا لن أكون في طريقك يا شيطان يعني لما تعرف أن الشيطان في الحالة دي تتوب اللي لدي ولا ما تتوبش والله يا ربنا تائب إليك أنا معك بص الآية الجميلة اللي في سورة الكهف وربنا بيقول أفتت تخذونه على الشيطان وأوليائه أفتت تخذونه وذريته أولياء من دوني أفتت تخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بقس للظالمين بدلا ده بدل وحش رؤيتك إن الشيطان صغير وحقير وفي حالة خذي تدعوك إلى التوبة يوم عرفة أنا يا رب أنا يا رب بعد كل كرمك معي النهاردة أنا حطلع راجل مش عيل مش أخد جوائز يوم عرفة وهي زي الأطفال الصغيرين وبعد كده زي منا أنا بقى كده عيل أنا راجل مش عيل ده الحديث الرابع الحديث الخامس والأخير ما من يوم يعتق فيه الرقاب من النار أكثر من يوم عرفة أكثر يوم وده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده إن ما فيش في السنة كلها ولا في رمضان ولا في العشر الأخر أكثر يوم ما من يوم تعتق فيه الرقاب من النار أكثر من يوم عرفة يمكن يمكن الليلة ليلة القدر يعني إيه يعني أكثر ليلة تعتق فيها الرقاب ليلة القدر لكن يوم بالنهار يوم عرفة فده توفيق إن أكثر ليلة بتعتق فيها الرقاب ليلة القدر وأكثر يوم بتعتق فيها الرقاب يوم عرفة النهار بس النهار عرفة معروف نحن النهار ده عرفة هذا يوم عدق رقاب يعني عملي يا رب يتعي بالعدق من النار دعوة أساسية بدعاك النهار اللهم اعتقني من النار أنا وأبوي وأمي وأولادي يوم عدق من النار يوم بقى يوم عدق من النار فرمضان بنقول لها ليلة عدق من النار النهار ده بنقول لليوم عدق من النار خمس أحاديث أما ممكن تكتبهم عندك